السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي يا رب تكونوا بخير وبافضل حال لو لسه الاول مرة تشوف القناة يردت دوسيلي على زر الاشتراك وتفعليه للجرس عشان يوصلك كل اللي بعمل اول بابه طبعا باعتزر عن غياب اليومين دولة الشديد علشان خاطر بس ولادة عبانين فهم محتاجين لي لان سنهم صغير خالص تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه مع بعض طبعا زي ما انتم شايفين معايا هنعمل الصابون بمكونات سهلة وحاجات كده كنا بنرميها يعني هنستغلها طبعا زي ما انتم عارفين ان رمضان كان اغلبيته حاجات بنجليها وكده هوا زي البنيه والكفتة وحاجات كتيرة كنا بنجليها فكان بيتبجى مني زيت فطبعا احتفظت بالزيت بتاعه زي ما انتم شايفين كده واستغليته طبعا الايام دي لازم نستغل لأي حاجة في البيت عندنا ونستفد منها ونستغلها استغلها سليم تعالوا نشوف مع بعض هنعمل الصابون الحلو ده ازاي معايا هنا لتر ونص من الزيت طبعا انا مصفيها كويس خالص ممكن انت تصفيه بمصفة برضو لازم نصفيه كويس من اي شوائب موجودة فيه معايا 250 جرام من البطاس يعني تجربة كده ربع كيلو كمان هستخدم كبات مية واحدة بس انا مش هستخدم دجيج في وصفة الصابون دي علشان ما يجللش من نسبة الرغوة تحته كمان هستخدم نص معلجة من الملح اللمون لو مش متوفر عندك استخدم بدلها نص سلمون هتبقى كويسة خالص وكمان معايا اي كريم مرتب خدت منه نص معلجة لو مش متوفر عندك الكريم ممكن تستخدم جلسلين او فزلين وكمان معايا الخشبة اللي انتو شايفينها معايا دي علشان هجلب بيها طبعا هجيب هنا هوا علبة باستيك اكون مش همستخدمها في حاجة وهنزل فيها بكبات المية وبعديها على طول هنزل بالربع كيلو من البطاس وهبدأ اجلب هجلب البطاس كويس خالص زي ما انتو شايفين معايا كده بس خلي بالك يعني عشان البطاس بيبجى سخن خالص ومطلع كده بخار فخلي بالك منعناكي هنزل بنص معلجة ملح اللمون وهجلبها برضو كويس وزي ما قلتلك ممكن تستبدليها بنص لمونة زي ما تحبي بعد كده هنزل باللتر ونص من الزيت وهجلبه زي ما انتو شايفين بالشكل ده لازم لما تستخدمي حاجة تعملي فيها الصابون زي ما انتو شايفين معايا كده تكون الحاجة بلسك او خشب يعني متستخدميش ألمونيا علشان ما تبص منك هستمر كده في التجليب كويس جدا طبعا هو متعب جدا ان انت تجد تجلبي فانا هجولك على حاجة يعني انت تجلبيه شوية وبعد كده شوف ايه اللي وراك ورجع اجلب تاني هنزل كده هوا بالنص معلجة من الكريم المرطب زي ما قلتلك اي حاجة ممكن تستخدميها كمرطب فيزلين او جلسلين او اي كريم مرطب للايدين زي ما تحبي بدأ يزجل معايا ها زي ما انتو شايفين برضو هستمر كده في التجليب يعني هو خد معايا وقت كنتم اجلب شوية وارجع شوف ايه اللي ورايا وارجع تاني يجلب فانت اعمل ازاي كده اجلب فيه شوية وشوف ايه اللي وراك وارجع اجلب فيه تاني بدأ يتجلها معايا زي ما انتو شايفين كده طبعا في الضل الغالة اللي احنا فيه لازم نستغل اي بواجه مننا ونعز تدويرها تاني علشان نعرف نستفاد بيها بصراحة رغوة جاملة جدا ان جربتي بالطرجة دي ان شاء الله تعجبك اها يا حبيبي زي ما انتو شايفين معايا كده تجل معايا خالص وبجعمل زي الكريمة اها بصو ازاي دلوقت هجيب اي علب بلاستيك ممكن انت تجيبي صينية عادي وتحط فيها الكيس لازم تحط فيها الكيس علشان ما تبوزش الصينية او تستخدم علب بلاستيك زي ما انتو شايفين كده ان استغلت العلب بتاعت الجشطة وهعب فيها بالشكل اللي انتو شايفين معايا ده طبعا حطتهم كلهم اها زي ما انتو شايفين كده وهبدأ ادب عليها بالشكل ده و كده لحد ما تتساوى معايا وتبجى متساوية معايا خالص طبعا اللتر ونص من الزيت عمل كمية كبيرة جدا من الصبوت يعني هو بص جميل جدا جدا في غسل الالمونيا بيخليها بتلمع و بتبجى كده بتبرج و كمان في تنظيف البتاجاز و الارضيات يعني تحفة تحفة ممكن كمان هعمله كترجة ليه تاني تستخدميه كصابون سائل لتنظيف الارضيات و الاسطح و كل حاجة اها بالشكل اللي انتو شايفينه معايا ده شايفين تساوت معايا ازاي طبعا ده كل الكمية زي ما انتو شايفين كده عملت كمية حلوة معايا خالص اها بالشكل ده و كده و بدأ ينشف معايا هسيبه شوية كمان علشان ينشف كويس خالص و بعد كده هوريكو شكله بعد ما ينشف تماما لازم تحطيه في مكان تكون فيه مروحة يعني علشان يتهوى خالص و ينشف معاك كويس اها يا حبيبي زي ما انتو شايفين كده هو هو نشف معايا خالص و بدأت خلعت منه كمان كم واحدة من الصغير ده عملت منه صغير و كبير طبعا زي ما انتو شايفين معايا كده هو نشف خالص هوا هبدأ اخلعه كده و ويروهلكو و ان شاء الله تجربوه بالطرجة دي و تعجبكو اها يا حبيبي طبعا زي ما انتو شايفين الكمية اللي عملها كمية كويسة خالص هتنفعني في غسل الالمونيا وتنفعني في تنظيف البوتاجز و في كل حاجة و ان شاء الله هعملوه لكم بطرجة سايلة تستخدمي كمان للارضيات و كده فان شاء الله بإذن الله الطرجة دي هتعجبكم و منصحكم اي حاجة تتبجى منكم يعني تتبجى منكم تستخدمها استخدام سليم و ما نرمش حاجة لان احنا في ظل صروف صعبة و غلى فلازم نستفد بكل حاجة تكون موجودة عندنا في البيت يا رب الفيديو يكون عجبكم اتمنى ليكم مشاهدة طيبة ممتعة و ان شاء الله اشوفكم على خير ما تنسوش اللايك و اشيل القناة على السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة